محلية نمضى لعب السابق لنادي وداد مستغانم فلاحي سعيدو صاحب الأربعة والعشرين عاما في فريق المستقبل الرياضي بسليمان النشط في الدورية المحترفة التونسي الدرجة الأولى ويذكر بأن فلاحي سعيدو كان هدف الفريق وأفضل ممرر فيه وكذلك هدفا لبطولة الهوات غرب الموسم الماضي حيث كانت مدة العقد الجديد الذي وقعه اللاعب لمدة موسمين هذا وصرح اللاعب أنه رفض عدة عقود في البطولة المحترفة الجزائرية مفضلا البطولة التونسية التي أكد بأنه يستهدف التألق فيها من أجل الاحتراف وتحقيق حلمه في اللاعب للمنتخب الوطني مستقبلا والتغطية كانت للزميل ياسي الراشي أنا الموسم الماضي كنت لاعب في ويداز مستغانم وكنت أحسن هدف في البطولة كانوا عندي عدة عروض وبالمشاورة مع المناجاتي اللي هو زيكي بندريس وخيرنا هذا الكيب على جل بروشي سبورتيف باش نزيد ومقدموا إن شاء الله يا ربي في الفلاكاريا إن شاء الله تصلوا بين هات الفارق وكان عدنا عيدة اتصالت هنا في الجزائر من قسم الوطني الأول وانا جيت مع الكوتي سبورتيف كثير من الكوتي فينانسي باش لجوان إن شاء الله كي يروح لتونس تونس جرون فيترين للبلدان الأوروبية باش يزيد يقدم إن شاء الله ويرح المنتخب الوطني تونس جرون في الجزائر من قسم الوطني